إذا أنت سيدة متزوجة أو آنسة عزباء وعندك تكيّس المبايض فلا تقلقي فغيرك كتير مصابين 55% من السيدات المتزوجات مصابات بتكيّس المبايض للأسف نصفهم غير قادرات على الإنجاب أساسا 50% من الصبايا العزبيات في عمر الورد عندهم برضو تكيّس مبايض وأكيد حيلحقوا صديقاتهم المتزوجات لما بنتكلم عن تكيّس المبايض هذا المرض اللئيم اللي بفقد السيدة قدر استخدتها بنفسها بفقدها في شعورها بأنوتتها وفقدرتها حتى على الحمل والإنجاب فعلقنا اليوم رح نحكي عن هذا المرض اللئيم هنحكي عن إيش هو تكيّس المبايض هنحكي عن أعراضه كيف تعرفي أنك مصاب فيه كيف تعرفي أن بنتك مصاب فيها أو حتى بنتك كيف نعالج تكيّس المبايض وهل فعلا تكيّس المبايض وشفى لما منفقد الوزن أو هل هو إلو أصلا علاقة بالوراثة وهل ممارسة السيدات أو الآنسات لعادتهم السرية بعيدا عن الزواج بيسبب تكيّس المبايض عندهم أو بمنع العلاج هنحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع في آخر حلقة هنحكي بالتفصيل عن كيفية العلاج بالتفصيل وهل العلاج الدوائي الطبي هو الحل أم التغذية أم نجيب المردكوش أو البردكوش وخلصة راحة بعلقتنا اليوم وكتبوني بالتعليقات هل عندك تكيّس مبايض؟ وهل أنت حاولت كل الوصفات الطبية أو العلاجية أو المكملات وعالفاضي؟ وكم سنة صار لك بتحاولي تخلفي؟ ولا زالت المحاولات قائمة؟ وحتى الإجراءات الطبية ما أسعفتك؟ كل هذا أكتبيني بالتعليقات خلينا نحكي مع بعض نقاش علمي أكيد في بداية حلقتنا اليوم أكيد جيبي فنجان قهوة وورقة وقلم أو كاسة مي دافية خلينا نسجل كل التفاصيل في البداية تكيّس المبايض هو عبارة عن خلل هرموني يصيب السيدات بشمل أجزاء كبيرة من جسمهم يعني بشمل خيالي الدهون اللي بتصير تفرز كتير من الأستروجين المبايض تبعتك اللي بتصير تفرز هرمونات الذكور بالإضافة للغودتين الكذريتين اللي بيساعدوا المبايض في هاي المهمة والكبد اللي ما بيقدر يعالج جسمك من تكاثر هرموناتك الذكورية بدل ما تكون أنثوية تكيّس المبايض هو مرض بيصيب بالأساس المبايض المبايض من خلالها بدل ما تميز بويضة واحدة هي تكون القادرة على حمل جنينك بتكاثر الكثير من البويضات وهدول البويضات اللي بتكاثروا بسرعة ما بوصلوا للنضوش فبالتالي ما بيصير في عندك إباضة إلا في الأعياد الرسمية والمناسبات الحكومية لأنه ما عم بيصير عندك إباضة بتزيد فرصة إصابتك بالعقم يعني أنت ما عندك دورة حتى يصير عندك حمل أساسا لما بدنا نشخص تكيّس المبايض تعرفي أنه 25% من السيدات حسب الإحصاءات الرسمية مصابات بتكيّس المبايض علما بأنه 70% من السيدات المصابات مش مشخصات يعني فيه جزء كبير من السيدات اللي ما تشخصوا هم أساسا مصابين بتكيّس المبايض طبيا حتى يتم تشخيص سيدات أو الأنسات بتكيّس المبايض بكل بساطة ممكن تتوقف دورتها وما تيجي أساسا أو ما تكون منتظمة أو أنه السيدة يكون لأوا في التلفزيون أو التصوير الألترا ساوند زي اللؤلؤ أو زي أطفل عنا بلاقوا مبيضها مليان بالبويضات اللي كبرت بس ما وصلت لحد النضوش بالإضافة أنه يلاقوا الهرمونات الذكورية مرتفعة جدا في دم الأنثى المصاب بتكيّس المبايض قديش أعمار السيدات اللي ممكن يصاب بتكيّس المبايض؟ إجانا على العيادة من 12 و 10 إلى حتى 50 سنة عندهم تكيّس في المبايض وإذا عندك تساؤل أنه ليش أنت حاليا مصاب بتكيّس المبايض أو إذا أنت أم ليش أنت أو بنتك صار عندها تكيّس مبايض فالجواب هنحكيها لا تكيّس المبايض عادة بربطوا بالوراثة لكن هذا ليش دقيق لأنه بشكل عام عادات الأهل هي الأساس لإصابة بناتهم بالتكيّس يعني في البداية السبب الأساسي للتكيّس هو إصابة الفتاة الصغيرة بالعمر بمقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين بكل بساطة بتعاني منها 70% من السيدات اللي عندهم تكيّس مبايض عشان هيك بترتفع فرصة إصابتهم بالسكري النوع الثاني لأنه سكر النوع الثاني هو نتيجة مقاومة الإنسولين إذا نعرف لماذا تصرفات الأهل هي سبب إصابة تكيّسات المبايض عند بناتهم لأنه مقاومة الإنسولين بتيجي نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الحلويات والسكريات والعصيرات والأجبان والألبان بدون أي حسيب أو رقيب إذا أنت شايف بنتك عماله بيزيد وزنها وبلش بعمر صغير كثير زي الست أو سبع سنوات يطلعها لها ثديان صغار فيعرف أنه هذه ملاحظة سببها تنوع الأكل أنت بالطعم هيا إذا بنروح على السبب الثالث فهو الالتهابات والالتهابات بتصير عند الآنسات أو السيدات بسبب طعام عادة خاطئ أو بسبب التوتر والإجهاد إذا كان طعام خاطئ فبكفيك تعرف أنه استخدام الزيوت المهدرجة والمصنعة هي أكتر إشي برفع الالتهابات في الجسم فإذا البنت عمالها بتاكل البطاطا بترفع مقاومة الإنسولين مقلية بزيت الدرة أو زيت دوار الشمس أو زيت الصوية اللي برتفع الالتهابات فهدول الثنين كافلين أنه يخلوا هذه البنت اللي بتستهلك مواد فيها صوية تصعب بتكييص المبايد إذا البنت هذه أو الفتاة الصغيرة بتسهر دائما طول الليل وبتنام الساعة 12 وحدة بدل ما تنام الساعة 8 فاستزيادة الاسترس والإجهاد عندها برفع الكورتزون برككركب الغدتين الكضريتين اللي ببلشوا يفرزوا هرمونات ذكورية ببلشوا الإصابتها بتكييص المبايد أما موضوع الوراثة فإذا الأم عندها مقاومة إنسولين واستعداد لإصابة في مقاومة الإنسولين فالبنت هيكون عندها استعداد لإصابة مقاومة الإنسولين وعشان هيك اللي عندها مقاومة إنسولين سكري أو تكييص مبايد تحرص أنه بنتها لازم من بدايتها تبلش تحميها من تكييص المبايد أما إذا ابنك تعرفي هل أنت مصابة بتكيّس المبايد أو بنتك مصابة بتكيّس المبايد أو لا بكل بساطة لها أعراض وأعراضها واضحة زي قرص الشمس أول هذه الأعراض أنه هذه الفتاة أو السيدة المتزوجة ما عندها دورة يعني دورتها بتيجي كل شهرين ثلاثة كل سبع أشهر بتيجي مرة بالسنة عم تيجي أقل من ثمان مرات فمنعرف أنه هاي السيدة أو الآنسة عندها تكيّس في المبايد طبعا لأنه الدورة بتتأخر لتيجي الجدار الرحم الداخلي بيزداد أكتر من اللازم من عند السيدات السليمات وبالتالي لما بتصير دورتها بيكون عندها نزف شديد جدا مع بداية الدورة الشغلة الثانية أنه هذه السيدة بيكون في عندها في معظم الأحيان يعني 70% من اللي عندهم تكيّس حسب الإحصاءات عندهم شعر على الوجه فبيبين عندهم شعر في منطقة الوجه ببيين فيه شعر على صدرها على ظهرها على منطقة البطن هاي المناطق اللي عادة بيكون فيها الشعر عند الرجال مش بس هيك بيكون عند هاي السيدة فيه حبوب شباب مبالغ فيها على الوجه ومرات بيكون فيه عندها ألام في الركب في أثناء الدورة الشهرية إذا إجت أساسها بالإضافة إلى تساقط الشعر في منطقة الرأس وفروة الرأس بتنفس الطريقة اللي بتساقط فيها الشعر عند الذكور لما يصابوا بالصلاة السيدات اللي عندهم تكيّس مبايض بيكون عندهم دايما مقاومة إنسولين في معظم الحالات عشان هيك بيصير حتى الجلد عندهم بتغير بعد فترة زمنية لللون الداكن يعني بيصير في عندها لون تاكن وتغير ملمس الجلد في منطقة الرقبة تحت الثديين بالإضافة في المناطق التناسلية الحساسة اللي بتغير لون الجلد فيها أضف إلى ذلك أنه بعض السيدات بيصيروا يعانوا من الصداع المزمن أكيد بسبب لخبط الإنسولين لأنه عندهم بدايات سكري اللي هي مقاومة الإنسولين السيدات المصابات بتكيّس المبايض بيعانوا بكثرة من منطقة الكرش حيث أنه بيصير عندهم كرشين اتنين كرش اللي هو تبع مقاومة الإنسولين بنسميه Central Obesity والكرش الثاني بيكون كرش سفلي جداً اللي هو في منطقة البكيني هذا اللي له علاقة بزيادة الإستروجين عندهم في الجسم المشكلتهم أنه كل ما زاد وزنهم بيزداد الإستروجين عندهم وكل ما زادت مقاومة الإنسولين بيزداد إفراز الإندروجين عندهم فبالتالي بتشوه منظر الجسم فبيزداد وزن السيدة بطريقة مبالغ فيه بتكون السيدة كما لو أنه جسمها اللي فوق مركب على جسم واحدة تانية تحت لأنه عندها منطقة الأرداف والأفخاد مبالغ فيهم بالإضافة أنه إيديها وصدرها بيكون مبالغ فيه في حجمه وزيادته هدول السيدات بيكون عندهم ثبات الوزن مضمون وإذا بتسألوني أنه هل تكيّس المبايض بيسبب بمنع نزول الوزن هو مستحيل نزول الوزن للسيدات اللي عندهم تكيّس المبايض إذا ما قلّلوا مقامة الإنسولين واللي بقولك أنه من خلال فقدانك للوزن رح تتشافي من مقامة الإنسولين بكون مش عارف أنه أنت لن تفقد الوزن نهائياً لأنه عندك مقامة الإنسولين وقبل ما نروح ونعرج على العلاج وليش بسموا عيادتنا عيادة الحوامل خلينا نحكي عن إيش بصير لو ما بديت بالعلاج الصحيح الآن إذا ما بديت بالعلاج الصحيح الآن أكيد بتزيدي فرصتك في العقم لأنه السيدات بشكل عام اللي عندهم تكيّس المبايض بجوز 50% منهم ما بيستطيعوا الإنجاب شغلة الثانية أنه فرصة إنجاب السيدة المصابة بتكيّس المبايض في شهر الأول من المحاولة الإنجاب 25% وإذا حبّت ترفع النسبة لـ 85% فبدأت حاول سنة كاملة حتى ترفع فرصتها في الإنجاب لما السيدة تكون عندها تكيّس مبايض فهي عندها مقاومة إنسولين فبالتالي بتزيد فرصتها بالإصابة حتى لو ما كانت متزوجة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول عندها بشكل عام أضف إلى ذلك أنه زيادة سماكة عنق الرحم أو الماء الرحم عندها بزيد من فرصة إصابتها بسرطانات الرحم أضف إلى ذلك أخيراً أن السيدة اللي بتكون عندها تكيّس مبايض غالباً بسبب نقصانها بثقتها بنفسها وفقدانها أنوستها بيكون عندها اكتئاب الإشي اللي بيزيد التوتر عندها وبيغذي زيادة تكيّس المبايض عندها وأما هلأ خلينا نحكي عن أساسيات علاج تكيّس المبايض بدون أدوية ولا حتى عقاقير إذا أنت عمرك 18 وعم تحتفلي بعيد ميلادك الثامن عشر بأنك بتقطع كيكة وصر لك سنة مش جايتك دورتك فأنت عم تحتفلي بين قطاع دورتك اللي ما رح تتعالج طالما أنت عمالك بتقطع كيك وقاتو حتى أنت تعالج تكيّس المبايضك تعرفي أنه السبب الأساسي لعذابك هو هاي الكيكة اللي بتاكليها لأنه مقاومة الإنسولين عن 70% من السيدات اللي عندهم تكيّس المبايض وإنتي بهالكيكة عم بتغذيها فلازم أول إشي تلتزمي بحمية الكيتو مش أي حمية كيتو حمية كيتو كلاسيكية خالية من الأجبان والألبان فبكل بساطة هذه الهرمونات النسائية اللي أنا عطت للأبقار رح تأدي لزيادة كمية التكيّس عندك بالأساس فبالتالي حتى لو كنت بتعملي كيتو حتى لو انخفضت مقامة الإنسولين ما رح تنتظم هرموناتك باستهلاكك لمنتجات الألبان والأجبان إذا حبيت يروحي للأجبان من الماعز على أساس أنها تكون بلدية عضوية مش منعوب فيها وراثيا ولا جينيا ولا حتى في أكلها الشغلة الثانية أنه أنت لازم بكل بساطة تبعدي عن السموم لما بتبعدي عملا عن السموم اللي بتخربط مشكلة الكبد استهلاكك للأكل زي الصويا بيخربط الهرموناتك استهلاكك للأكل المصنع أو زيوت المهندرجة برفع الالتهابات عندك بالإضافة أن هذه الزيوت فيها مضادات أكسدة مسرطنة هي بحد ذاتها بتحفز الإنسولين عندك أكيد ضروري تعملي الصيام المتقطع لأن الصيام المتقطع هو أكثر إشي بيقلل مقامة الإنسولين اللي برضو بتقلم عن خفاض الالتهابات ابعدي عن الأشياء اللي بتحفز الإنستروجين اللي بسميها زينو إستروجين استخدام المقالي اللي بتكون اللي هي مضادة لللسق هاي المصنوعة من التيفال ابعدي عن استخدام الفوط النسائية البلاستيكية اللي عم مالك بتمتصي موادها لأنه هاي مناطق التعرق بشكل عام عم تمتص المواد البلاستيكية حتى نفس الشي حتى المنابس الداخلية تكون كلها من القطن من القطن من القطن الشغلة اللي بعدها أننا حتى تنشف فيه ابعدي عن التوتر نامي كويس لأنه أساسا من أعراض تكييص المباد أو الآثار الجانبية لها أنه تبطلت نامي فلازم تقلل التوتر من خلال كثرة النوم والمشي اللي قال لك أنه لازم تمشي حتى تعالجك تكييص المبايد ما كذب عليك لكن هذا إشي هامشي فلازم تعملي حتى تمارس التمرين الرياضية وإذا قالوا لك أنه بتعدي عن الشوكولاتة عشان تنشفي من تكييص المبايد فبرضو هذا كذب لأنه الكاكاو بالذات فيه المادة الفعالة الموجودة بالتمر اللي بتساعدك على شفاء تكييص المبايد لكن لازم تعرفي أنه الشوكولاتة هذه لازم تكون خالية من السكر يعني 80 أو 90% سكر والتمر لازم يكون أثناء التمرين الرياضي أما علاج التكييص بالأدوية والمكملات فالأدوية معروف شو بدأت تسوي لك هي حتقلل لك مقامة الإنشنين زي لغلكوفاج إذا مرست الرياضة وغيرت نمطك الغذائي قد تساعدك لغلكوفاج على خسارة الوزن فهو ممتاز جدا إليك لكن استخدام حبوب منع الحمل ما هيعمل إلا أنه يخلي دورتك غصبا عنها تيجي ويستمر في رخبطة دورتك اللي أصلا مرخبطة وما بدك ميني رخبطة أكثر من هيك أما إذا بنحكي في المكملات فاستخدام البي فيتامين خميرة البيرة والأوميغا 3 بيقلل مقاومة الإنسلين استخدام الكركومين أو استخدام القرفة بيتقلل كمان مقاومة الإنسلين كذلك المغنيسيو استخدام الدي اي ام اللي هي المركب المستخلص من الخضار الصليبية أو الاكثار من الخضار الصليبية لكن ضروري تكون معايود برضو بيقللك من مقاومة الإنسلين وبيزيد من خصوبتك وبيقلل من تكييس المبايد دهنك لمستهجات البطاطا الحلوة البكسكية أو البرية بيساعدك على تقليل الاستروجين عندك وزيادة البروجسترون وبنظم لك دورتك الشهرية وبساعد على إنجابك أما إذا قالوا لك وخبروك أن عادتك السرية اللي بتمارسيها هي سبب تكييسك المبايد وانت خايفة أنه بسبب هذه العادة صارت مشاكلك فأنا بقولك أنه حسب الدراسات ما بتأثر نهائيا ممارستك لعادتك السرية على إصابتك بتكييس المبايد لأنه تكييس المبايد هذا موضوع تاني لكن إذا أنت من السيدات أو الأنسات اللي بتمارسي عادتك السرية فلأنه عندك تكييس المبايد في عندك شهوة أكثر من غيرك من السيدات معناته ممارستك لهاي العادة هتكون أكتر وبتكرار أكتر وحتأيديكي أكتر لأنه العادة السرية بتزيد من إفراز هرموناتك النسائية ولأنك أصلا هرموناتك كلها من لخبطة فاللي حينفرز مش هرمون اللي بإستروجين وإنما الإندروجينات اللي مكرقبة حياتك من أولة لآخرها فمعروف أنه السيدات اللي بيمارسوا العادة السرية أكتر عندهم شعر أكتر نتيجة التكييس المبايد اللي أساسها موجود عندهم يعني من أساسيات العلاج إذا أنت بديك تمشي بكل البروتوكول اللي عملناه بتمارس عادتك السرية أنك توقفيها لأنه ما بتخدم هدفك بالشفاء والتشافي بس ما ترد على اللي بقولك أنه هي السبب أما فيما يتعلق بأديش المدة الزمنية للشفاء من تكييس المبايد فهذا بيختلف باختلاف حالة السيدة ودرجة شدة تكييس المبايد عندها فيعني نحكي خلينا من شهرين إلى ست أو سبع أشهر وهذا بيعتمد على مدى التزامها فكثير في منا في السيدات بيجونا بالعيادة من أول شهر بيكتشف أنها حملت وفي سيدات مثلا أنها كانت مبلش الكيتو قبل بشهر وفي سيدات بعد ثلاثة أو أربع أشهر لبالأخير يبشرها أو تبشرها دكتورتها بأنها خالية من تكييس المبايد جواب الأخير على السؤال أنه كيف أعرف أنه أنا خلصت من تكييس المبايد؟ بكل بساطة بزوال أعراضه ولكن الأهم أنك تزوري طبيبك أو طبيبتك اللي بشرتك أو خبرتك بإصابتك بتكييس المبايد حتى بكل ابتسامة وفرح تقولك أنه مبروك انشفيتي من الهادي المتلازمة اللي عادة بقولك أنها ما بتروح بس بمجرد أني غيرت طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع جسمك اللي أنت ظالمتيه وظلموك يا أهلك فيه من أول مكان وطعموك أكل زاد وزنك وانت صبية صغيرة وبنهة حققتنا لليوم اكتبيني بالتعليقات هل أنت بتعاني أو بتعاني بنتك من تكييس المبايد؟ وهل أنت عمالك بتشوفيها بتاكل الأكل اللذيذ الحلويات اللي أنت عم بتحضريها من الحليب بالإضافة للسكر اللي بترفع مقاومة الإنسولين ووزن بزن بتنتك عن بزيد وشايفة أنه دورتها تأخرت لهلأ أوجيتها زيادة بكير عن موعدها وتبالي بالتعليقات حتى نشوف إيش ممكن تسووا وهل أنتوا حكينا عنه حتى تعالجوا أنفسكم وبناتكم من تكييس المبايد في نهاية حلقتنا اليوم أنت شفتوا المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخروا على غيركم بالشير فنشل المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وأكيد ما تبخروا على حالكم منكم أن تنضموا للقناة وتكبسوا شارت الجرس حتى يجيكم إشعارات في كل ما يغطروا على بالي فكرة مفيدة لكم وأكيد ما تعملوا ستعملوا لايك فإحنا بتجيعكم نستمر وتقدروا تنضموا العلمنا الرائع على الفيسبوك عالم سمارس كيتو عند فاستين كلينت بتقدروا تتابعوني على قناتي بالإنستجرام والسنابشات والتيك توك وأكيد التويتر كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة في التعليقات وموجودة بصندوق الوصف وأكيد أكيد بتكون معلومات إضافية عن كيفية تقليل مقاومة الإنسلين والشفاء منه بتقدروا تكبسوا على الرابط اللي هون وبأمان الله ودمتم سالمين بالشفاء لكل مصابة والله يرزع كل محتاج بأطفال وبنين ونشوفكم على خير وبأمان الله باي